اشتركوا في القناة وبتحدثنا عن المقدمة حول الملتبل انتغريشن وعن الدبل انتغرال اوفر ده ريكتانجل ريجن اليوم ناخد نظرية الفوبينيز ثيوريم فور كالكولييتيج دبل انتغرالز فنظرية فوبيني لحساب التكاملات المزدوجة ومنطيني لبلاين المعادلة المستوي اللي هي زت يساوي لأربعة منص اكس منص وي اللي هي هاذه هذا البلاين اللي معادلته زت يساوي لأربعة منص اكس منص وي ده ريكتانجل ريجن ريد اوجد حجم ريد اوجد حجم هاذه كاركوليتينج فوليوم اندر دا بلايم يعني رائد اوجد حجم اللي موجود هذا كله اللي موجود اندر دا بلايم والبلايم مطيني معادلته اللي هي زيت يتاوي لأربعة X-Y over the rectangle region ومطيني ابعاد هذا rectangle region اللي هو المساحة المستطيلة اللي تكون محددة بالX من صفر إلى ثنين وبالY من صفر إلى واحد يعني بالX هذا هو الX axis وهذا هو الY axis فالX axis من 0 إلى ثنين هاي الX axis والY axis من 0 إلى واحد فهي هاي المساحة مساحة المستقيم ورايد الحجم هذا تحت المستوي اللي موضح عمامنا يعني وكأنه مساحة القاعدة في الارتفاع بس من الارتفاع الارتفاع اللي هو يكون تحت هذا المستوي وقال إنه الX والY محددة and the XY plane if we apply the methods of slicing form فالسليسنج يعني إذا أريد أوجد الحجم وأطبق قانون فبيني ثيورم لازم أحول هذه هذه المساحة على شكل قطع صغيرة مثل ما شرحنا في المحاضرة السابقة أنه كلما نزيد عدد البوكسز عدد المربعات راح نصير راح نقدر نحصل إلى نحصل على Volume Become More Accurate نحصل على حجم يكون أكثر دقة عندما نأخذ عندما يكون number of boxes عدد المكعبات تزداد كلما زادت عدد المكعبات كلما كان الVolume أكثر دقة فبهاي الحالة نحن نعرف أنه الحجم هو تكامل المساحة الحجم هو تكامل المساحة زين وأنا عندي المساحة لازم تكون محددة بالنسبة إلى X والY فإذن راح يكون الحجم راح نستخدم double integral لإيجاد حجم هذا الشكل ففي البداية لازم أوجد الـ Area وبعدها أوجد الـ Volume راح راح تكون تكامل من الصفر للثنيا أخذ أخذ الـ Area بالنسبة بالنسبة الأحداث Y فرح يكون عندي هذا المثال راح يكون عندي cross-section area at X axis for each value of X we may calculate AX as the integral فرا حكون عندي AX هي من تكون عدية الـ AX محددة بمن تكامل الدالة مالتي اللي هي الدالة لـ X Y DY فرا يكون عندي AX بالنسبة للـ cross-section area إذا ردت أحسب cross-section area at X راح الحدود التكامل هي الحدود الـ Y راح تكون حدود التكامل هي حدود الـ Y اللي مطيني إياها بالسؤال وأنزل الدالة مالتي اللي هي معادة البلين 4 minus X minus Y و من أريد أكامل حدود الـ Y لازم أقول إلى DY فرا حكون the area under the curve زيت يساوي 4 minus X minus Y the plane of cross-section at X فمن أريد أحسب إلى X X is held fixed at the integration take place with respect to Y أريد أريد أحسب أو أكامل بنسبة Y فأعتبر X ثابت فرا حكون عندي التكامل الفوليوم راح يكون هو double integral شلون double integral لأن أنا عندي التكامل الـ area والـ area هي cross-section area خذناها للـ X هي عبارة عن شنو عوضناها B القانون فلح تكون هاي هي cross-section يبي اللي بين قوسين هاي هي الـ B يساوي تكامل AX DX والـ AX هي شنو هي تكامل الفونكشن multi DY وحدود التكامل هي للـ Y يعني بعبارة أخرى راح تكون الفوليوم هي double integral بالبداية راح أكامل بالنسبة للـ Y فأخلي حدود الـ Y من 0 إلى 1 و أخلي الدالة بين قوسين المعادلة اللي هي 4 minus X minus Y هذا كله DY بالبداية راح أكامل الـ DY وبعدها أكامل الـ DX فأخلي DX وأخلي حدود الـ X الحد الأعلى الأدنى والحد الأعلى هذا هو كيفية إيجاد الحجم يكون تحت over the rectangle region في البداية في البداية بهاي الحالة راح بالبداية أكامل لي الـ Y ونالا لازم تكون حدود الـ Y DY بعدها من أكامل الـ Y لا أعتبر الـ X ثابت يعني مثل ما أكامل الـ Y بالنسبة الأربعة أكامل الـ X بالنسبة الأربعة فرح يكون عدي رح أكامل الأربعة بالنسبة للـ Y ستكون عدي أربعة Y مينص X أكامل X بالنسبة الـ Y هي X Y على واحد X Y مينص رح أكامل الـ Y بالنسبة الـ Y هي Y تربيع على 2 Y تربيع على 2 وأخلي حدود التكامل أعوض بالبداية لحد الأعلى يعني كل Y واحد مينص كل Y زير فراح أخلي كل Y واحد فراح أكون أربعة في واحد أربعة مينص X في واحد X مينص Y تربيع واحد تربيع على اثنين يعني عدي هنا أربعة مينص نص أربعة مينص نصف فعندي فعندي بهاي الحالة أربعة مينص نص أو أحد المقام على اثنين وراح تكون عندي هي أربعة من نقص ها نصف فحصل ثلاثة ونص اللي هي سبعة على اثنين مينص X هس بعد ما كاملت بالنسبة ال Y أرجع أكامل بالنسبة لل X فراح يكون عندي هنا تكامل سبعة على اثنين مينص ثنين فسبعة X تكامل هي 7 على ثنين تكامل هي 7 X مينص X تكامل هي مينص X تربية على ثنين واحد تكامل من الثنين إلى zero أخلي بالبداء الحد العلى وبعدها أخلي الحد الأدنى مينص الحد الأدنى فالحد العلى سبعة على ثنين في ثنين سبعة على اثنين في اثنين ماينوس اثنين تربيع اللي هي راح تكون اربعة على اثنين وتساوي راح دانا تبقى سبعة ماينوس اثنين وتساوي خمس هذا هو الحجم كيوبيك يونت كيوبيك وحدة حجم ممكن انه اشتق اكامل عفوا بالنسبة للواي للأكس بعدها اكامل بالنسبة للواي فهذا هذا الاكس برشن يسمونه اللي هو اي ترايت او ربيت انتغر ممكن انه اشتق او اكامل عفوا بالنسبة للواي العفوا بالنسبة للواي عفوا بالنسبة للواي أكامل بالنسبة للx وبعدها أكامل بالنسبة لل y و أنتبه إلى حدود التكامل إذا أكاملت لل x بالبداية لازم تكون في الداخل حدود التكامل هاي بالنسبة لل x وبعدها تبقى عندي حدود التكامل بالنسبة لل y وأقدر أكامل لل y فيظهر عندي ال volume هو 5 فعندي الفوبيني ثيورم الفيرست فورم ثيورم فيرس فورم وعندنا سترونك فورم الفيرست فورم هداك عدي دالة هي دالة هي كونتينووس ثروت دي ريكتانجل ريجين والريجين محددة بال x من a إلى b وبال y من c إلى d ثم دبل انتقرر لهذه الارية الريجين الريكتانجل الريجين لل fx دي اي يعني راح يكون عندي هنا تكامل لهذه الارية والفونكشن مالتي دالة للي x و y وهنا دي اي اللي هي عبارة عن دى d y d x أو d x d y فممكن يكون عندي التكامل للدبل انتغريشن للدالة مالتي اللي يدال fxy ممكن انه اكامل بالبداية بالنسبة الى x وبعته اكامل بالنسبة الى y بس اذا اكاملت بالنسبة الى x اذكر هنا بالبداية dx واذكر حدود التكامل في الانتغريشن الثاني اللي حدود التكامل الى x من a حدود التكامل الى x من a الى b فاذكر بالبداية من a الى b لان هي راح بالبداية راح اكامل لهذا الجزء وبعدها وراء اكمل التكامل بالنسبة الى x اجي اكامل بالنسبة الى y dy ومن اكامل بالنسبة الى y اخلي حدود التكامل بالخارج اللي حدود التكامل الى y من c الى d فرح تكون من c الى d قلنا ممكن انه نكامل بالنسبة الى y بالدالة مالتي اكس واي اكامل بالنسبة الى y وبعدها اكامل بالنسبة الى x اذا اكاملت بالنسبة الى y فاخلي حدود التكامل مالتي بالنسبة الى y في الداخل c وبعد ما اكملت تكامل بالنسبة الى y ارجع كامل بالنسبة الى x وأخلي حدود تكامل مالتي بالنسبة للعكس فوبيني's theorem says that double integral أو double integrals over the rectangles can be calculated as the iterated integral فنسمي نظريت فوبيني نظريت فوبيني هي نظرية تكون اللي يكون بيها التكامل iterated يعني متكرر أو repeated repeated integrals تكامل يكون متكرر thus we can evaluate a double integral by integrating with respect to one variable at time using the fundamental theorem of calculus فوبيني theorem also says that we may calculate the double integral by integration either order or genius convenience when we calculate the volume by slicing we may use either planes perpendicular to the x axis or perpendicular to the y axis ممكن أنه ناخذ بالنسبة إلى x أو بالنسبة إلى y المثال الأول يريد مني calculate the double integral ل region لهذه الدالة f x y d a ومنطيني الدالة f x y هي 100 minus 6 x y ومنطيني حدود التكامل حدود region multi اللي هي بالنسبة إلى x من 0 إلى 2 وبالنسبة إلى y من minus 1 إلى 1 ممكن أنه تكتب حدود التكامل تكتب مباشرة بالسؤال على 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 ال sign لل integration sign على على دالة الintegration وممكن أنه تكتب بهذه الصيغة أو ممكن أنه تكتب r مثلا يعني عندي x من 0 إلى 2 يعني 0 إلى 2 و y من minus 1 إلى 1 يعني هذه دلالة على حدود تكامل x وهذه الدل على حدود تكامل y ممكن تكتب بهذه ثلاث صيغة أما على ال integration direct أو تكتب r بطريقة المتواليات أو تكتب بطريقة بهذه الطريقة بطريقة الفترات اللي هي من 0 إلى 2 بالنسبة لل x ومن سالب 1 إلى 1 بالنسبة لل y فعندي الدالة مالتي اللي هي 100 minus 6 x y طريقة الحل أنا لدينا طريقتين أما بالنسبة إلى نشتاق نكامل بنسبة إلى x بالبداية وبعدها كامل بنسبة إلى y وإذا نكامل بنسبة إلى x نعتبر يعتبر y ثابتا فرح يكون عندي دبل أنتقر f y d a وإحنا قلنا إذا نكامل بنسبة إلى x نخلي حدود تكامل x بالبداية وبعدها d y حدود تكامل y هنا الأور limit وهنا الأور limit يعني من سالب 1 إلى 1 وبال x من 0 إلى 2 فرح تكون بالبداية رح كامل بالنسبة إلى x طلا ويقول 100 تكامل 100 هي 100 x وتكامل minus 6 x y هي عبارة عن رح تكون هنا إذا كان 6 x y رح تكون هنا minus 6 x تكعيب على 3 y فرح أخسر الليل 3 وي 6 فرح تكون عندي هنا 2 x تكعيب y و أعوض الحدود بالبداية كل x 2 minus كل x 0 فرح يكون عندي هنا 200 x 100 100 في 2 200 x minus x تكعيب 2 تكعيب 8 زال في 2 16 y dy هسا أجي أكامل بالنسبة إلى y y 200 y 200 رح تكون عندنا 200 y minus 16 y تكامل 16 y تربيع على 2 فرح تصير 8 y تربيع حدود تكامل من 1 إلى 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 y 1 2 1 1 2 كاملنا بالعكس وقلبنا حدود التكامل يعني كاملنا بالنسبة إلى Y بالبداية وبعدها رجعنا كاملنا بالنسبة إلى X راح تظهر عندي نفس النتيجة اللي هي 400 وهي 400 unit cubed فأكو سماحية البداية بالتكامل بالنسبة إلى X أو إلى Y هاي تعتمد على شنو؟ تعتمد على الفنكشن اللي موجود عندي إذا كانت بالبداية الفنكشن مالتي سهلة التكامل بالنسبة إلى X وما تحتاج أنه بالتعويض أو التجزئة فأكامل بالنسبة إلى X والعكس بالعكس إذا كانت بالنسبة إلى Y والدالة مالتي معقدة بالنسبة إلى X وسهلة التكامل بالنسبة إلى Y فأبدي أكامل بالنسبة إلى Y وأرجع أكامل بالنسبة إلى X مثال آخر فايد الفوليوم of the region bounded by the elliptical parabolic ومطيني المعادلة للبارابولا اللي هي زيت يساوي لعشرة زائدن X تربيع زائدن 3 وتربيع وبعدها مطيني حدود التكامل لهذا الريكتانجل الريجين هو رايد الفوليوم under the شنو رايد الفوليوم الفوليوم of the region bounded above the يعني أعلى شنو أعلى elliptical parabolic أعلى elliptical parabolic and below the rectangle region فرايد مني هاي الحجم لهذا الشكل مطيني حدود حدود الريجين الريكتانجل الريجين بالأكس من زيرو إلى واحد وبالواي من زيرو إلى اثنين فالفوليوم هو تكامل راح أقول الفوليوم يساوي double integral للريجين fxy da a ممكن إنه أكامل بنسبة إلى x وأرجع أكامل بنسبة Y أو ممكن أكامل بنسبة إلى Y وأرجع أكامل بنسبة X مع أخذ بالنظل الاعتبار حدود التكامل الأولى إذا كاملت بنسبة إلى Y فأخلي حدود تكامل Y بالبداية وأرجع بعدها أكامل بالنسبة لأكس تكون بالخارج هذا بالنسبة إلى البوبيني تيورم لدبل انتقرال فور اوبر ركتانجل ريجن لنأتي إلى الموضوع الثاني اللي هو الدبل انتقرال اوبر الجينيرال ريجن في البداية طلقنا إلى الدبل انتقرال اوبر ركتانجل ريجن كانت المساحة مالتي اللي هي تكون مستطيلة في البداية كانت المساحة مستطيلة ومحددة ب اكس واي بلين ومحددة بقيم الواي وقيم ال اكس هذا هو مساحة الارية اللي موجودة عندي بالركتانجل ريجن زين بهاي الحالة انا ما عندي حاليا عندي الارية هي مو ركتانجل ريجن انا ريجن موجودة عندي اي اي شكل من اشكال اي شكل من اشكال اللي موجودة عندي كمساحة فكيف أستخرج أو أوجد المساحة لهذه الأشكال اللي تكون غير منتظمة فجنرال ريجينز يعني الأشكال اللي تكون غير منتظمة اللي محددة أو مقيدة بدوال فكيف أنه أوجد الدبل انتقرال يعني مقيدة أو محددة بدوال وهي تكون غير مستطيلة فبهاي الحالة راح تكون عندي أجد الفوليوم area مثل هذه المساحات مثلا فلتكون the area of the vertical slides shown here جايتلاحظون طلاب المساحة الarea هاي اللي موجودة مقيدة بدالتين الدالة الأولى اللي هي y يساوي g1x والدالة الثانية هي y يساوي g2x يعني هذه دالة وهذه دالة أخرى يعني area اللي هي تكون المساحة اللي تكون يعني بالplane تكون غير منتظمة محددة two functions y يساوي gx g1x و y يساوي g2x هاي حدود التكامل الطلاب فممكن أنه أو ممكن x يساوي g1y و x يساوي g2y ممكن أنه محددة بالx أو بالy هاي طبقا إلى شنو طبقا إلى cross section area اللي راح أخذها فذا عندي دالة هي دالة لx و y و أريد أحسب volume الحجم مثلا لهذه المساحة اللي تكون region multi هي non rectangular أو bounded محددة بدالة فكيف راح تكون عندي النظرية multi راح تكون عندي volume راح يساوي لي تكامل من سي إلى دي double integral فالvolume راح يكون تكامل double integral من سي إلى دي و h1y h2y fxy dx dy فعدي حدود تكامل بالنسبة إلى x هي bounded bounded يعني طلاب عندي حدود تكامل بالنسبة إلى x هي مقيدة و محددة بمن بهذه الدوالة بهذه الدالة الأولى وهذه الدالة الثانية فعندي هذه الإيريا مقيدة ب x يساوي h1y و x يساوي h2y فعندي هذا مثلا يعني خلي نقول هذا اللي هو lower limit وهذا هو upper limit هذا بالنسبة إلى x y ال y أنا عندي هذا ال x هذا هو ال x axis وهذا هو ال y axis أنا حدود تكامل ال x عندي موجودة حدود تكامل ال x موجودة عندي x يساوي لي h1y و x ساوي h2y حدود تكامل بالنسبة إلى y هي من من هذه النقطة إلى هذه النقطة وتكون دائما معطات بالسؤال من c إلى هذه فتعتمد يعتمد يعتمد حدود تكامل تعتمد إذا كان عندي تعتمد على تعتمد على على اختياري لل section اللي يعتمد لحساب الحجم إذا كان إذا كان أو horizontal فالنظرية فوبيني theorem اللي هي stronger form إذا كان عندي دالة هي دالة ال x y هي مستمرة on the region r هي دالة مستمرة وقابلة للاشتراك والتكامل عند هذه ال region عند هذه المساحة اللي هي مساحة non rectangular أو bounded region أولا إذا كان عندي f r is defined x من a إلى b و y من g1x و g2x يعني هسا عندي ال y الأحداث ال y هو محدد بي باوند region الباوند region هي عبارة عن دوال وبالنسبة ال x محددة بقيم ف وحايت أن ال g1 و g2 هي continuous on a b وعندي الدالة هي الدالة g1 و دالة g2 هي دوال للمتغير x وهي تكون مستمرة بهذه ال region أو بهذه الفترة اللي هي فترة من a إلى b تكون مستمرة من الفترة من a إلى b زين إذا أريد أجد الفوليوم فرح يكون عندي دبل انتقر للريجين r f x y d a وغلنا d a راح نقول يا أما d y dx أو dx dy تبعا على بداية التكامل مالتيور راح تكون ف أقول تكامل من a إلى double integral a b و g 1 x g 2 x فرح أكامل بالبداية إلى إلى الفونكشن مالتي وبعدها أرجع أكامل إلى الأرقام لازم بالبداية أكامل إلى الدوال وبعدها أكامل إلى الأرقام ف التكامل مالتي للدوال وين يكون عند ال y x ف بالبداية أكامل إلى dy وبعدها أكامل إلى dx لأن dx هي عبارة عن حدود تكامل مالتي عبارة عن numbers الحالة الثانية إذا كان الريجن ال r هي defined by محددة بواسطة بالنسبة إلى y بالفترة من c إلى d وبالنسبة إلى x محددة بدلة ل y h1 y أكبر من h1 y وأصغر من h2 y حيث أن h1 و h2 هي continuous on الانتيرضل مالتي اللي هي cd فحيكون عندي double integral volume هي double integral لل region multi r للدالة multi fx y dy y نحن قلنا بالبداية نكامل إلى function إذا كان عندي حدود تكامل function فبما أن x هي حدود حدود هي من bounded تكون من h1 y إلى h2 y فأرح أبدي أكامل بالنسبة إلى y بعد ما كملت بالنسبة إلى y أرجع بالنسبة إلى x بعد ما كملت بالنسبة إلى x أرجع أخلي حدود تكامل multi mile y تكون بالخارج مثال على هذا theorem اللي هو fobony theorem ل double integral over the non rectangular region أو bounded region اللي هي general region يعني تكون هذه theorem لحساب double integral للمساحات الغير مستطيلة أو المساحات اللي تكون محددة أو bounded مستطيلة 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 واحد and whose top lies in the plane ومن طيني ال 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 الارتفاع مال t اللي هو عبارة عن دالة 3 minus x minus y و وعندي هذا هو هذا هو الشكل الموشور ورايد مني أوجد حجم هذا الشكل وعندي المساحة مال t اللي هي ال area اللي تحت اللي under the under the function z اللي هي دالة x y محددة ومقيدة ب دالة ال دالة الأولى هي y يساوي x اللي هو هذا y يساوي x والثاني x يساوي 1 فعندي هذه الياق في أما أخذ vertical cross section أو أخذ horizontal cross section إذا أخذت إذا أخذت cross section فرح يكون عندي y من 0 إلى يعني 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 قيمة y أو حدود y من الصفر إلى شنو إلى هذا اللين اللي هو y ساوي x يعني حدود تكامل multi بالنسبة بالنسبة y بالنسبة إلى x طبعا هي من 0 إلى y أو x يعني 0 إلى x وإذا كان بالنسبة هذا بالنسبة إلى vertical بالنسبة إلى horizontal وإذا أريد أكامل بالنسبة إلى y بالبداية أقول volume يساوي double integral لل R للدال نمالتي هي دال لل x و y هاي في البداية f x y d a وأقول double integral وأنا عندي الدال المالتي مطين يا هاي اللي هي 3 minus x minus y هس إذا أريد أكامل من نسبة إلى y وأخذت vertical هذا هو vertical cross section لحساب 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 إلى x و بالنسبة إلى x من 0 إلى 1 هاي حدود هاي حدود وهي حدود x هذا بالنسبة إلى هذا بالنسبة إلى شنو إلى vertical cross section وأجي وأجي أكامل طبيعي أكامل بالنسبة إلى x بالنسبة إلى y ومن أكامل بالنسبة إلى y فرح 3 سير 2 3 y x سير x y و minus y سير minus y تربيع 2 وأخلي حدود تكامل أعوض عن كل y ب x بالبداية minus أعوض على كل y ب 0 فأعوض عن قيمة كل y هنا بال upper limit اللي هو x يعني هنا سير 3 x ونصير x مضربة في x x تربيع وهنا كل y x x تربيع على 2 و minus نخلي حدود تكامل y اللي هي lower limit اللي هي 0 فرح تكون هنا 0 بالنسبة إلى y 3 y 3 0 x 0 0 تربيع على 2 0 بعد ما كمّلت عوضت بالحدود بالنسبة بالنسبة إلى y أرجع أكامل بالنسبة إلى x فهنا عندي 3x تكامل هي 3x تربيع على 2 3x تربيع على 2 minus 3x تربيع على 2 تكامل هي شنو راح يكون 3x على 2 x تكعيب على 3 فرح تختصر 3x على 3 1 تكامل من 1 إلى 0 فأعوض بحدود تكامل من 0 إلى 1 أعوض بال 1 بالبداية وبعدها أعوض بال 0 فرح يطلع عندي 1 هذا إذا أخذنا vertical إذا أخذنا horizontal فش راح يكون عندي حدود تكامل حدود تكامل راح يكون عندي x يساوي 1 والx يساوي y هذا lower وهذا upper هذه بالنسبة إلى x ف lower y وال upper 1 وبالنسبة إلى y الواهي هو من 0 إلى 1 من 0 إلى 1 وبالنسبة للx بالنسبة إلى y بالنسبة للx هي من 1 إلى عفوا من y إلى 1 بعد ما نشتق بالنسبة إلى x ونعوض بالحد الأعلى 1 الحد الأدنى y نرجع نشتق بالنسبة إلى y ونعوض بالحد الأعلى 1 والحد الأدنى 0 فراح يطلع عندي نفس المقدار ونسترق ف the two integrals are equal as they should be لازم يكون تكامل double integral للدالة multi dx dy هي نفسها تكامل الدالة multi dy dx ولكن هل من السهولة أنه أشتق أكامل بالنسبة للx أو من السهولة أكامل بالنسبة لل y هاي تعتمد على ربيعة الدالة الموجودة عندي بالسؤال أيضا عندي المثال الآخر هو تكامل sine x على x da هذا ممكن أنه تقرونه هو سهل بسيط تكامل ومنطيني بهذا المثال مطيني حلول التكامل من صفر إلى 1 بالنسبة للx ومن ال y من صفر إلى x وبالنسبة إلى إذا كان بالنسبة إلى x هي من y إلى صفر وبالنسبة إلى y من صفر إلى 1 هاي حدو التكامل بسيط أو سهلة ممكن أنه تستخر من الرسم كيفية إيجاد find the limits of integration ممكن أنه نستخدم من vertical cross section أو نستخدم horizontal cross section تعتمد على وين رح يكون عندي من ين رح أبدي ومن رح أنتهي مثلا يعني بالنسبة إلى vertical cross section رح رح عبدي من هذه النقطة أو من هذا line وأنتهي بهذا بهاي الفنكشن رح عبدي بهذا الفنكشن وأنتهي بهذا الفنكشن فرح يكون هذا عندي enter at y ساوي 1 minus x هذا will leave أغادر هذا إذا جاي شوفون هذا الخط الأحمر رح يبدأ دخول الحدود التكامل y حدود التكامل x يساوي حدود تكامل x يساوي حدود تكامل y هي x تساوي حدود تكامل x هي y ساوي 1 minus x هاي enter وال leave اللي هي آخر نقطة هي y ساوي جذر 1 minus x تربية أقدر نفسها نفسها أخليها horizontal فإذا using horizontal فراح يكون عدي هذي كل entrance وهذي يكون leave فالentrance رح يكون بالنسبة إلى y axis رح يكون هنا x يساوي رح أقلب هنا بهاي الحالة x يساوي 1 minus y y x يساوي تحت جذر تربيع 1 minus y تربيع هاي بالنسبة إلى y بالنسبة إلى x هي من 0 إلى الواحد 1 هذا الواحد يعني عندي عندي هنا حدود تكامل وعندي هنا حدود تكامل يعني أخذ حدود تكامل هذه وحدود تكامل هذا هذا بالنسبة إلى كيفية إيجاد حدود تكامل أو كيفية إيجاد قلنا الحدود التكامل بالنسبة إلى استخدام الvertical cross section والhorizontal cross section ومطيني أمثلة على حدود التكامل شون إيجاد حدود التكامل ومطيني دالة هي 4x زائد 2 دالة مطيني 4x زائد 2 ومطيني لازم أكتب الحدود التكامل مالتها ف evaluating right and equivalent integral with the order of integral يعني ممكن أنه أخذ حدود التكامل horizontal أو ممكن أخذ vertical في المحاضرة القادمة إن شاء الله نتطلق إلى properties of double integration وإن شاء الله وإن شاء الله نتحدث عن بالمحاضرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن area by double integration إلى هنا أنتهي الجزء الثاني من المحاضرة الأولى شكرا لحزن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة